ولكن قبل ما ادخل في اي تفاصيل نهاردة تريند على سوشيال ميديا موضوع طوبك مهم جدا حصل في دوري القسم التاني او كما يطلق عليها يعني دوري المحترفين المسمى حاجة واللي بنشوفه في الملاعب حاجة تانية خالص نهاردة مباراة بين المقولين العرب والمنصورة كابتن علاء نوح المدير الفني لفريل منصورة يعني اشرك لعيب في دياستين نزل ما قدمش الواجبات المطلوبة منه او المهام المطلوبة منه كما اعلن المدير الفني بعد اللقاء بعدها بعشر دقيق المدير الفني اللي خد قرار بان اللاعب ينزل يشارك هو هو المدير الفني اللي خد قرار بخروج اللاعب وجهة نظر فنية لا نقدر نعقب عليها ولا نقدر نتكلم فيها في النهاية الفريق حسران 3-0 المؤولين متقدم على المنصورة بالثلاثية جي مدير الفني المنصورة حاب بيعمل تعديلات في التشكيل او في التغييرات نزل اللاعب مقداش الواجب منه او هو شاف انه تغييرته هو غلط حاب يغيره كل ده بيحصل في الكورة عادي جدا ولكن اللي ما بيحصلش في الكورة والغريب بالنسبان النهاردة ان احنا شفنا مشهد جديد على ملعبنا ممكن اللاعب يعترض على مدربه في قرار في تغيير في النزول في الخروج بنشوفها ولكن احنا وصلنا لمرحلة ان التعبير عن القرار بيبقى فيه خروج عن النص وطبعا النهاردة كاميرات التلفزيون اللي كان بتصور مباراة المنصورة والمقاولين على استاد المقاولين العرب جابت لقطات صعبة جدا بنشوفها انا عايز اقول لكم ان دلوقتي وانا معاكم على الهوى مش اللاقة بس متصدرة تريند سوشيال ميديا في مصر ده انتشرت في كل ارجاء الوطن العربي وعلى بالليلة هتلاهم سمعها في كل الوكالات الاجنبية انها هتوصل لمرحلة اللي احنا نشوف في ملعبنا لاعب بيتعدى او بيدرب مدربه انا شوفناها كلنا صورة بعد نهاية المباراة على دكة البودلاء ولولا طبعا الجهاز المعاون قدر يفصل على طول ما بين المدير الفن واللاعب واللاعب خرج على طول بعد هذه الواقعة مباشرة الحكم اللقاء لو كان خد باله ونزل بعد الواقعة دي فيه على التراك كان ممكن يطلع الكارت الاحمر لللاعب وكان ساعة تبقى فيه مشكلة تانية كمان بالنسبة للمنصورة ولكن الحكم كمان عنده لسلطة ان يدي قرار اداري لللاعب انه هو تخطى الحدود اللي يقى خلال اثناء او احداث المباراة مشهد اتمنى ما نشوفوش الفترة اللي جاية مشهد اتمنى انه ما يتقررش تاني والمسابقة اللي اسمها مسابقة دوري المحترفين اتمنى تكون اسمه على مسمى ما تكونش مسميات بس وبنتفرج على مهازل في الملاعب وفي المباراة احنا الاول كنا بنشوف اعتداءات من اللاعبين على الحكام دلوقتي بنشوف اعتداءات من اللاعبين على مدربنهم بنشوف مشاهد ما كانتش يعني في السياق خالص او كنا نتخيل ان احنا نتبعها في ملاعبنا في الفترة الاخيرة عموما نشوف المنصورة هيتعامل ازاي مع هذا الموقف هل اتحاد الكورة ليه سلطة ان يتخذ قرار في هذا الموقف هل المراعب يقدر يكتب ده في تأريره عموما اتمنى ان يكون في درس مستفاد من الواقع اللي حصلت النهاردة ايا كانت القرارات الفنية هي كلها في النهاية قرارات فنية لكن اهم حاجة في حدود لللياقة والادب والتعامل في المجال الرياضي اللي احنا بنتفرج عليه عشان فيه ولاد صغيرين وفيه ناشئين بيتفرجوا اكيد بيشوفوا مشاهد مش عايزينهم يتعلموا هذه المشاهد خلال الفترة اللي جاية دي كانت بداية مهمة جدا لازم ابدأ بها النهاردة عرض التشكيل اثناء عرض الاحصائيات اثناء عرض السكاوتينج الخاص بكل فريق فكل اللي عايب اتصورت ولكن بكرة هتبقى فيه صورة جماعية لكل افراد الفريق قبل التوجه الى مطار القاهرة والسفر عبر رحلة خاصة الى الدوحة نتمنى يا رب بإذن الله تكون رحلة موفقة لفريق النادي الاهلي النهاردة على فكرة بيحسد فريق ابو تفوجو البرازيلي بعد ما انهت مشوارها في الدور البرازيلي وكسبة الدوري بالامس النهاردة قضانكم ايه على الشاشة الاعتاط لهذا الفريق اللي توجه الى قطر وهو في معنويات عالية جدا لانه لسه كسبان الدوري البرازيلي بعد غياب 29 سنة الفريق ده في اخر 10 ايام كسب الدوري البرازيلي بعد غياب 29 سنة فريق لسه راجع من الدرجة التانية من سنتين ثلاثة كسب كوبا لبرتادورس على اتليت كومانيرو الاسبوع اللي فات ففي حالة معنوية ونشوة معنوية كبيرة جدا عند فريق البرازيلي اللي يلعب مع باتشوكا المكسيكي يوم الاربع في لقاء درب الامريكاتين والاقلة ينتظر الفاز منهم عشان يلعب معي يوم السبت اللي جاي الساعة 7 بتقوية القاهرة على منعب 9 ساعة 4 فريق بتشوكا على فكرة كان وصل الى قطر يوم الجمعة اللي فاتت هو بيستعد من بدري دور المكسيكي خلصان من بدري فالفريق المكسيكي عنده اريحية في الاستعداد لمواجهة بتفوجو يوم الاربع اللي جاي كمان عايز اكد لحضراتكم الحمد للان بار احنا انفرضنا بخبر مهم جدا وخلنا اعلناه عبر برنامج الترند ان تم تسجيل قايمة الاهلي الستة وعشر اللاعب اللي هيشاركه في بطولة كأس فيفا انتر كونتينيلتل وشهرة هذه القايمة تسجيل تلات حراس محمد الشناوي ومصطفى مخلوف وحمزة علاء للأسف مصطفى شبير يعني امكانية لحاقه بالبطولة صعبة جدا انبالح كان بيعمل رانين لعله وعسى تكون فترة التأهيل والمدة قريبة ان شاء الله ولكن عموما دي القايمة اللي قرر اجاز الفني تسجيلها عشان يستعين بيها في بطولة فيفا انتر كونتينلتل ستة وعشر اللاعب حداشر لاعب في الملعب وخمستاشر لاعب على دكة المدلاء وقبل اول مباراة ومصطفى اللي جاي عندك مساحة انك تستبدل اي لاعب بشرط ان يكون فيه تقرير طبي باصابة هذا اللاعب قبل موعد اول لقاء باربعة وعشرين ساعة وان شاء الله غدا هيكون رئيس بعثة فريق النادي الالي الكابتن محمود القطيب رئيسا للبعثة باذن الله ان شاء الله باذن الله تكون رحلة موفقة تكلل بالنجاح والتوفيق لعله وعسى يا رب كلنا بنأمل ان النادي الالي يكون موجود في المباراة الختمية امام ريال مدريد على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر وهو نفس اليوم اللي اقيمت فيه نهائيات كأس العالم في قطر المباراة النهائية اللي مكانت ما بين الفرنسا والارجنتين واللي نجح فيها المنتخب الارجنتيني بقايرة ميسي الفوز بكأس العالم في النسخة الاخيرة من قطر 2022 كمان النهاردة يكون معنا فقرة حوارية كالعادة كذلك زي ما انتم تعودين يوم خميس يوم الخميس ايه نهاردة اللي اتنين لسه مدري على نهاية الاسبوع يوم اللي اتنين الفقرة الحوارية